بيقول اني انا والدتي محتجاني سؤال من سيدة فاضلة بتقول انا والدتي محتجاني وزوجي للأسف منعني ومش عايزني اروح اشوف والدتي والدتي مريضة وهي محتجاني السؤال ده بيوجعني ليه وبيضيقني ليه لاني دوت ليس من قبيل الشهامة بعيد عن الحكم الفقهي اني ده مش من قبيل الشهامة ان الرجل يمنع المرأة من بر الولدين ولذلك هو ليس له حق ليس له حق اذا كانت هذه المرأة تذهب الى امها لقضاء حاجاتها او لبرها فليس له حق ان يمنعها من بر الولدين بالعكس منعوا لها من بر الولدين ده من التعاون على الاسم والعدوان فلذلك هي تذهب لولدتها بغير ان تحدث مشاكل مع زوجها تكون حكيمة وتفهمه تسمعه اللي انا بقوله ده انه هو مش من حقه شرعا انه هو يمنعها من والدتها اذا كانت هي محتاجة اليها وخاصة اذا كان الذهاب الى والدتها لا يؤثر على حياتها يعني خليونا نقول ان في حكتين ان علينا ان احنا نبر الولدين ولكن بطريقة غير مؤسرة وليس معنا ان هي غير مؤسرة ان يجي واحد يقول لها انت كل ما تروح الولدتي بيتخرب البيت فمش هتروحي خالص لا مش من حق انه يمنعها ان هي تروح خالص ولكن تروح في مدة مناسبة تتناسب مع حالة والدتها عشان ده يكون كمان من تمام البر وانا شايف ان كمان الكلام للزوج الفاضل يعني اتق الله في زوجتك وانا دايما بقول لأحبابنا عشان تقدروا تفهموا البيت بتمشي ازاي ان اقرب طريق لقلب زوجتك اهلها زي ما قال راب طريق لقلب زوجك اهله بالعكس بعض الاحيين انا بخلي الزوجة والزوج يكونوا اسباب من اسباب الصلاح مع الاهل يعني يكون الزوج سبب من اسباب الصلاح الحال مع اهل الزوجة لما تكون فيه خلاف ما بين الزوجة واهله وكذلك نفس الكلام مع الزوج اهله فلذلك عايزين نتق الله سبحانه وتعالى وبلاش ان يكون العناد بيننا يصل الى حد ان نمنع الناس من القيام بواجب وفرض عليهم وهو بر الوالدين فلذلك انا ارى ان ده مش مناسب وكمان ده مخالف للشهامة ومش مناسب ان احنا نعمله وخاصة في وقت الازمات معنا مش مناسب ان هو حرام ان هو يتعامل ان فيه حد يمنع حد من بر الوالدين فلازم نكون منتبهين لده نعم